اشتركوا في القناة الامريكية يلي كأنه يبدو في حلم باسترجاعها او مشروع روسي جديد باسترجاعها شوي بتنقذ الخبرية يعني مثل ما قلت الرئيس بوتن دائما بحب يكون هو بواجهة الاحداث العالمية تحتى يثبت انه لازم نرجع او رجعنا للصنائية القطبية يعني بين الروس والامريكان مثل ما كنا ايام الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية او بين حلف وارسو وحلف شمالي الاطلس ولكن الموضوع يختلف كليا عن ما تدولته الصحافة الدولية والصحافة الروسية وحتى الصحافة اللبنانية هلأ بسبب احداث غزة ما نعطى الموضوع اهمية بعالمنا العربي وبلبنان يعني اكيد احداث غزة ومشاكل غزة واسرائيل والقتلة والجرحة والهجم الهماجية على غزة ما خلت هالموضوع ياخد حقه ويندرس بما فيها الكفاية نعرف عن الاسكا تاريخ اجرافيتا تعني نفوت بالخبرية يعني الاسكا والاية امريكية مثل ما حضرتك والاية كبيرة امريكية باعتقد اكبر ولاية امريكية بين الولايات الامريكية هي تقريبا مليون وخمسمية وثمينين الف كيلومتر يعني مساحة كتير كبيرة هلأ كلنا منعتبر انه وقتا نسمع الاسكا تلج وجليد وساعة وما بينعيش فيها وهذا الشي طبيعي حتى انه في اشهر فيها بالسنة ما بتطلع فيها الشمس وفي اشهر ما بتغيب عننا الشمس لكن لأي درجة هيدا جبال الاسكا يلي بتغمرها التلج كل ايام السنة 12 شهر بالسنة ولكن هيدا المنطقة من تقريبا من 1732 صار فيها اقبال سكنة كان فيها شعب سكان اصليين يعني يعيشوا طريقة قبلية بتجليد بتتلج بيأكلوا من السمك الموجود بيدفوا من الفرو الموجود بيصطادوا عيشة قبلية عيشة فينا نقول قديمة كتير ولكن بال 1732 بلش الانتقال من سيباريا من روسيا ومن امريكا لجيبوا فرو الفرو يلي احنا بنعرفه الفرو الغالي باوروبا وين اصله الاسكا فيه بسيباريا فيه بكل دول او المناطق القبية ولكن بالالاسكا النوع الفرو يختلف نوع الفرو يعني الفقمات الموجودة يلي فيه الى انواع مختلفة تختلف عن الموجودة ب باعالي اوروبا وحتى باعالي روسية صار فيه توجه لها المنطقة صار فيه كسافة سكنية مرنة كتير كبيرة يعني اليوم لليوم بتصور نحن بعد من 1732 بلشت الهجورات الحديثة نحن اليوم بعد 300 سنة فيه 700 الف شخص بالالاسكا يلي هي مليون وخمسمائة الف كيلو ماتر هيدا هيدا التجارة خلت يقتلوا عدد كتير كبير من الحيوانات الموجودة بهالمنطقة لدرجة انه وصلت لالابادة او فينا نقول انهاء يعني خطر الانقراض انقراض الكلمة تعبير المضبوط انقراض انواع من الحيوانات اللي بتعيش بالالاسكا خفت الهجورات بالكرن التاسع عشر بسبب هذا الموضوع مع انه نوع الفرو اللي كان موجود وعم جبوه صار من النادر باوروبا وينبع بأثمين باهزين لا بالقرن العشرين شو بتمثل الاسكا شو ايمتها هلأ ايمتها ربطنيها وربطها بقوتن هو فتح الموضوع انه ما فتحها بشكل مباشر يعني المرسوم اللي وقعوا بوتن يعني بيعين لجنة لحتى تدير الاراضي او بما معناها تفكر تسترجع الاراضي اللي اصلها روسية وهلأ منحكي شو قصده بهذا الموضوع ليه وقع هذا المرسوم خلنحكي عن الاسكا ليه الاسكا توجه الحديث لالاسكا هو ما ذكر استاذ إلي بالمرسوم ولا منطا تير ذكي ما ذكر الاسكا بس دغري الاتجاه بما أنه الصراع امريكي روسي اليوم وروسية عم ترجع تبين على الأحداث العالمية وبدامها بتاخد مواقف ضد أمريكا دغري راح تلعنظر اتجاه الاسكا ليه لأن الاسكا أصلا روسي الروس سنة 1867 بعوها للأمريكان ورح قال لك أكتر من هك بلش يحرك شو بالأمريكان الروس بالألف واتممية وخمسة وخمسين 1856 نحن بدأنا بيها المنطقة نعم منطقة مثل هاي بدأت تنباع والأمريكان بهالفترة عم يسعوا يكونوا دولة عزمة بهالفترة مع أنه 1861 1864 وخمسة وستين في حرب أهلية بأمريكا أول ما خلصت الحرب قالوا للروس بتاعوا أنتوا حرطوا علينا هاي دي المنطقة المنطقة مليون وخمسمائة ألف كيلومتر بتكون بيعوها السفير الروس بأمريكا بواشنطن قالوا بعدهم عرضينا للبيع عندهم أهداف نكيب الإنجليز والفرنسوية بدوا يبيعوا هالأرض لأمريكا أصلاً روسيا وأمريكا بهالفترة 1800 للألف وثمانمية وتسعين هالفترة كلها كانوا أصدقاء كان في شركات أمريكية روسية وكان العدولة الثنين هن الإنجليز والفرنسوية يعني هن القواتين الاستعماريتين التاريخيتين ما يبيعوا هالأرض للإنجليز والفرنسوية ويظلوا نقوية قرروا يبيعوها للأمريكين هلأ لا بدوا يبيعوها كانوا خسرين بمعركة مع العثمانيين بحرب القرن كان في تراجع اقتصادي وكان عندهم نوع من الضعف الداخلي طيقوا حالهم قام أليكساندر الأمبراطور يعني هون كنا عم نحكي أمبراطورية روسية أمبراطور أليكساندر الثاني قرر يبيعوها مع أنه أليكساندر الأول 1821 هو اللي قال هيدا روسية وممنوع ولا سفينة هيدا أليكساندر الثاني ممنوع ولا سفينة تقرب 100 كيلومتر أو زبدك 110 كيلومتر من الشطوط من ألاكسا ألاسكا هلأ في نقطة هون مهمة الأمريكيين طالعين من حرب من حرب الداخلية ولو طلعوا بلا غالب ولا مغلوب طالعين منهكين والعالم كله عم تفرج عليهم لك هالشعب لأخذ لك ونهاي ألاسكا لك امتدار لوان استاذ إلي رح قللك معلومة كمان زيادة غير أنه مليون 500 ألف كيلومتر وغير أنه هي محاطة بس من كندا هي بعيدة عن روسية لكوني روسية فوق بعيدة تقريبا 80 مائل وفي جزيرة أمريكية تابعة لألاسكا وجزيرة روسية بعيدة 2 مائل يعني بيرخب 5 دقاي لو في طريق شو منفعتها اليوم الاقتصادية لأبوتين بس خبرك عن منفعها الاقتصادية بوقتها وقتها اشتروا الأمريكان واشتريها وزير الخارجية الأمريكي هو اللي ضغط ستور سار يقوله شو هالأحمق هيدا شو عم يشتر جليد عم يشتر ماء نحنا عنا هون جليد الله وعنا ماء الله شو بدنا فيها 7 مليون دولار عم نحطها على هالمنطقة بس رح نعمل مقارنة اللي عم يحكوا هلأ بروسية منطقة مثل هاي ب7 مليون دولار ببلغ زهيد يعني مثل كأنه الروس عطوه هبة للأمريكان مش معقول تكون منطقة مثل هاي تنبيع 7 مليون دولار اذا منعمل كالكول قدى اليوم 7 مليون دولار يعني مع التضخم اللي صار من 157 سنة لليوم كالكول قدى صار تضخم بتطلع تقريبا حقها اليوم بين 170 مليون دولار والـ 200 مليون دولار يعني يعني بلاش يعني يعطونيها ببلاش منطقة مثل هاي عطونيها ببلاش واللي سموه أحمق لوزير الخارجي ستوارد سموه أحمق رجعوا بعدين اعتذروا منه لا بالـ 1890 اكتشفوا أنه فيها ذهب بالـ 1950 اكتشفوا أنه فيها نفط بالـ 1959 أصبحت ولاية هايدي اليوم أهميتها أهميتها أنه غنية بالذهب والنفط موقعها استراتيجي قريبة من روسيا لو روسيا سيباريا يعني إذا صار بحرب عالمية إذا مش رح يصير في وعي عند كل الأطراف بس في حال دائما هايك الأمريكان بفكروا إذا صار في حرب عالمية تاني التالت الأمريكان بيقدروا حوطوا روسيا من ميلة ألاسكا بحوطوها من ميلة أوكرانيا وأوروبا الغربية وحلف شمال الأطلس بيقدر يهجمها من هون هايك نعم فكروا الأمريكان ولكن بما أنه كندا بحلف شمال الأطلس وألاسكا فيها مواقع عسكرية أمريكية منقدر نضرب نحن الروس من ميلة ألاسكا هاي دي موقع استراتيجي يعني وقت الأمريكان نقصموا قصمين تخبرك وصار في خلاف بالكونكرس لو وقع الكونكرس على الشراء بس نقصم الشعب الأمريكاني ونقصم الكونكرس وصار يسموا الوزير الخارجية أحمق لك لأي درجة وصار فيه مثل موجة موجة ضد وزير الخارجية تم حتى ما يكمل بالسياسة هو مشتري له من أرض مشتري له منطقة غنية بالذهب وبالبترول وموقع استراتيجي هلا أكيد ما فكر للمستقبل أنه موقع استراتيجي يمكن بس عرف أنه 7 مليون دولار 7 مليون و200 ألف دولار هن ماشي بالنسبة لمنطقة مثل هاي هلا كان عم بفكر يقدر إذا منقدر نجع أشوف الخريطة يقدر يوصل الولايات المتحدة كلها بألاسكا عبر شراء كمان كولومبيا البريطانية بس الكندية سبقوا عليه المنطقة اللي بتفصل الولايات المتحدة الأمريكية هي الأبيض تحت هاي كلها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة بين الأحمر والأبيض هي كندا هاي دي اسم كولومبيا البريطانية جربوا يشتروها الامريكين قاموا الكندية سبقونا عليها ليه تيكون عندهم منفذ على المحيط الهادئ ألاسكا منا متصلة بالبر بالولايات المتحدة الأمريكية و700 ألف الأمريكان الموجودين بالألاسكا هن أمريكان متل متل الأمريكان عندهم جميع الحقوق عندهم أوكي في ناس عايشين نمط حياة قديم بس هن أمريكان بكلمة الكلمة من معنى لكن الهدف استراتيجي طبعا جيو سيس كما بيقولوا وكمان في المنفع الاقتصادي اللي هي العليعة بالذهب وبالنفط سوري أستاذ إلي بوتين ليش لا أوقع هالقرار هو بيعرف أنه لا رح يقدر يهجم ألاسكا ولا رح يقدر يعمل حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا رح يكون أنه لا رح يقدر يشكل سنائية قطبية بالوقت الحاضر مع أنه هي تعدد الأقطاب منفعة للعالم بس ما رح يقدر هو عرف هالشي لا أوقع هالمرسوم وشو بيقصد فيه إلا كذا مغزة كتير زكي الزلمة بتوقيعه وبمقصده أول شي عم بمهد الانتخابات الداخلية ما في انتخابات بأدار رئاسية عم بيقل لهم للروس لايكوا أنا بعدني عم فكر أوي روسية واسع روسية رجع عم جاد الأمبراطورية الروسية عم يلعب على العصب عم يلعب على العصب القومية الروسية لايك أنا شو عم بعدني عم بسعى رجع الأراضي اللي أصلا للأمبراطورية الروسية يعني بدل يرجع أيام الأمبراطور وإيام الاتحاد السوفيتي هيك بهالمقصد تحتى ياخد أكبر نسبة من الأصوات بالداخل لأنه منعرف نحن أنه فيه معارضة كبيرة لبوتين بالداخل هيا أول شي رسالة لكل دول المجاورة لروسية يلي كانوا قبل الاتحاد السوفيتي قالوا انطبهوا أنا صار عندي مرسوم رسمي في حال زعاشتوني أو الضمنتوا مع أوكرانيا لكواني جورجيا وأبخازيا ساعة البد أنا مشن حملة على أي دولة محيطة بروسية أو كانت دولة أو كانت منطقة ضمن الاتحاد السوفيتي عندي مرسوم رسم دولة من قلب الدولة الروسية بقدر أعمل حرب مثل كأنه عم بيهدد كل الجوار الروسي من كل الميلات ولكن ويني أوكرانيا رجعنا المناطق الانفصالية رجعنا قفنا إلى جنبها وبعدنا بحرب هلأ أوكي نتيجة ما كانت مرضية للشعب الروسي وللروس ما كانت نتيجة سريعة ما قادر سقط الحكم هيده صار موضوع تاني بس عم بيقلهم بيصير فيكم مثل أوكرانيا ورسالة للأمريكان لك أبعاده بهالتوقيع المرسوم رسالة للأمريكان بيقلهم أنا موجود على الصحة الدولية وبقدر بيدعم داخل روسي وقوة العسكرية أعمل حرب لا استرجاع الألسكا هلأ بالمرسوم مع الألسكا ما بيسترجعوا الألسكا يعني يعني متكأنه عم يعلم الحرب إذا قال الألسكا عم أعلن الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية أكيد ما في مجال المقارنة بقوة السلاح ما تنسى أنه روسيا مرأت بفترة ركود بين الثمانينات لو وصل بوتين كان بهالوقت يعني عشرين سنة كان بهالوقت أمريكا عم تتطور وتطور أسلحتها وتعمل تحالفات وتقرب من روسيا أكتر بحلف شمال الأطلسي اليوم بوتين قد ما أقوى حاله هالعشرين سنة اللي أمريكا سبقته فيها ما بقدر يلحق ما بقدر يلحق وأغنى واقتصادها أقوى تحالفاتها أقوى وأكبر دليل كمان أنه أمريكا بتطلع بتضرب اليمن وبتقتل مين مبادة من زعماء إيران بالعالم وبتقرب على حدود إيران وبتعمل بداية بالعالم روسيا ما بتتدخل مباشرة يعني بعدنا مثل كانوا يعني وهيدي مكتوبة بالصحافة الأمريكية بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر حالة سيدة العالم أكيد مش مثل أيام التسعينيات قبل ما يوصل بوتين ويقوى ولكن بعدها سيدة العالم وروسيا عم بتجرب تفرض حالة بمكان ما فإذن رسالة تاتة من هالمرسوم عم بيقول للأمريكين أنا هنا أنا موجود على الساحة الدولية ولا الأوروبية ولا حتى لجوار أوكرانيا أنا موجود وعحدا يغلط مع روسيا شكرا كثير دكتور براد على هالحلقة الحلوة ومتلقى لأحد الجاي بحلقة جديدة شكرا كثير لأحدا نحن رح نتابع اللايف خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر شكرا كثير من جديد شكرا up شكراing